بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين صدق الله العظيم عزاء المشاهدين اهلا وسهلا بحطرتكم في الشارع المصري برحب بزميل العزيز النهاردة في البرنامج يحي العدو ازاك يحي عامله الله حبك يا سخال بشأن المشاهدين نوارل النهاردة نوارل النهاردة عزاء المشاهدين طبعا معانا النهاردة هنتكلم يحي عن قانون ضرب الزوجات وده القانون ده طبعا مع الدماء مشروع قانون مع الدماء النائبة امل سلامة النائبة امل سلامة شايفة ان مشروع ان ضرب الزوجات ده شيء مهين واخد بالك للزوجة المصرية فطبعا هو فيه قانونه اصلا بيطبق حاليا بيقضي بحبس زوج سنة مع غرامة طبعا من عشر جنيه عشر ولبتين جنيه فطبعا الكلام ده هي شايفة الكلام ده يعني غير مناسب للجرم اللي بيقع على السيدة المصرية فهي مقدمة مشروع قانون بتتكلم فيه على اساس ان هي عاملة قانون بتم تغليز العقوبة على الزوج اللي بيضرب زوجته فطبعا هي مقدمة القانون ده هي شايفة ان القانون ده يعني هيكون مناسب للسيدة المصرية انفجأ هنا يا حياء ان هذا القانون ترفضه الزوجة المصرية انت يا رأيه؟ مش الزوجة الوحدية عندك الدكتور هدر درادر استحدى نساء مصر بفضى برضو مشروع القانون بيقولك لان اكثر من 6-8% من الازواج حسب حسابة المجلس الكمل للمرأة بيحدث شرخ كبير في المجتمع وفي الاسرة المصرية وبدل ما احنا بنحل بنعقد المشكلة اكتر عندك الدكتور أمنى نصير برضو بتفضد مشروع القانون طبعا الدكتور ايضا برضو دكتور احمد ماضي ابو العزامي استشارة طب النفسي بتكلم هو طبعا يؤيد الدكتور هدر بدران مؤكد ان الذهاب المرأة الى الاخسام شيء مرفوض بين افضل المجتمع المصري والاحصية التي لديه تؤكد ان 60% من الزوجات يتعرضن للضرب بينما الازواج تتراوح بين بنسبتهم ما بين 30% في 40% يتعرضون للضرب يحيى مين الخسران في الموضوع ده الاسرة كلها المجتمع المصري بكمل طاقة الادناء الزوج والزوجة خسرانين في نفس الموضوع القانون ده تمام احنا كشعب مصري كلنا بنرفض طبعا اهانة الزوجة المصرية لان الزوجة المصرية هي عمود البيت اساس البيت هي كل حال فطبعا كل العلماء وكل الناس بتتكلم على ان طبعا ان ضرب الزوجة وحبس الزوج لمدة 5 سنين فطبعا انت كده في تدمير الاسرة فكرة الاسرة بالكامل مين يعقول الاسرة طبعا وبص مش على الاسرة بس على الاطفال اللي هيتشافتوا انتمام طيب ولكن ماذا عن حكم الدين حكم الدين هنا بقى تؤكد دكتور أمنى مصير أستاذ تلفقه العقيدة بجعملات الازهر ان مشروع قانون سجن ضريب الزوجات لا يحل مشاكل الاسرة المصرية بالي يزيدها اشتعالا طبعا لان حل مشكلة ضرب يأتي من اهل الحكمة من الاسرتين سواء كان الخال او العام حتى تعود الاسرة وتعود المادة والرحمة اضافت الدكتورة هدى نصير انها وهي طفلة صغيرة كانت ترى ترى هذا التدخل من كبير العائلة نصطلح بين الطرفين ده العرف للشرع المصر عندنا لما حد بيغلط بيقع لكبيره الكبير يخش حل المشكلة بتتحل مش فنستنى انها تروح قانون ولا تروح معاك طب هنا نحتكم الى العرف او الدين او القانون فطبعا انت يرأي لا مع القانون مع العرف والدين مع القانون برضا ان دولة مش على قانون دولة دستورت مش على دستورة فلازم العرف مع القانون هو هنا القانون بول حبس فهل يعقل ان يحبس عائلة الاسرة الوحيد اللي بيقوم على ريعتها فطبعا وماذا لو تم حبسه بعد ما يخرم الحبس كيف يتعامل مع زوجته لا ما جال التعامل بدل ما هيبقى فيه كان فيه فرصة ان اصلاح بين الزوجين كده انتهت الفرصة ما فيش اصلاح هي معاضلة كبيرة طبعا معاضلة كبيرة ولكن الموضوع ده يحتاج الى طبعا نفرد له اكتر من حلقة ويكون معنا متخصصين في هذا الشأن عشان نتكلم باستفادة عن هذا الموضوع